المبدأ ده بقى يخلينا ندخل على مبدأ آخر هو مبدأ الانسيابية أو الهيراركي وده مرتبط تماما بالمبدأ بتاع التباين تعال نشوف تصميم زي ده كده أنا عندي هنا 3 تيكست خصم 10% وبعدين فيه هنا الخصم على الملابس الرياضية فقط الهيراركي بقى هو نسب التباين اللي أنا بعملها في التصميم أنا عايز المشاهد يقرأ 3 تيكست دول إزاي؟ أولا أنا عايزه يقرأ كلمة خصم فهيخليها أكبر حجما من الباقي بعد كده عايزه يقرأ العشرة في المية فهيخليها أصغر حجما من الخصم وأكبر من التيكست التالت اللي هو بقول فيه الخصم على الملابس الرياضية فقط فيبقى الشخص لما يشوف تصميم زي ده هيقرب الترتيب ده خصم 10% الخصم على الملابس الرياضية فقط ليه؟ لأن أنا عملت تسلسل أو هيراركي أو انسيابية ما بين الثلاث نصوص اللي موجودة والتباين بتاعهم خلته مختلف بس أي شكل من دول أريح لعين المشاهد؟ بص بقى عندي قاعدة بنقول عليها Z Eye Movement Pattern يعني حركة العين على شكل حرف Z يعني كل ما الترتيب يبقى على شكل حرف Z ده يبقى أفضل وهنا الترتيب على شكل حرف Z بس خلي بالك هي القاعدة دي معمولة مع اللغة الإنجليزية يعني حرف Z اهو أنا هعكسه بقى أخليه النحية التانية علشان يبقى عربي ولو لاحظت هتلاقي إن الشكل ده كده جاي على شكل حرف Z خصم العين هتمشي كده بقى خصم 10% الخصم على الملابس الرياضية فقط زي ما تشايف حرف Z ده اهو بريح العين آه في تباين وهيتقري بالترتيب اللي أنا عايزه بس الأفضل إنه يبقى على شكل حرف Z علشان أريح العين البشرية وتبدأ تلاحظ الرسالة اللي أنا كتبها بشكل مظبوط يعني ده أفضل تنظيم للهيراركي اللي أنا عامله هنا أحلى من ده وده وده رغم إنه كلهم هيتقروا بنفس الترتيب ولكن ده أسهل لعين المشاهد طيب تعال نعمل بقى احنا تصميم جديد كده ونحط بقى فيه صور وأرضية ونستخدم فيه الكلام ده فهعمل هنا Add Page اهو واجي أحط لون للأرضية وليكن الأحمر مثلاً وبعدين أروح للفوتوز ودور مثلاً على صورة من عايز أحط صورة شخص وليكن ننزل تحت أخد الصورة دي دي مقصوصة هي شكلها فأخدها زي ما انت شايف عاملة كده ممكن أنقلها في الجانب ده وكبرها شوية مثلاً كده وأروح جايبها في المكان ده مثلاً طيب جميل تعال بقى هحط دول أخد كوبي من ده وحطه في المكان ده مثلاً أغير بس لونهم كده كلهم ونعملهم Select أخليه أبيض وهمسك كلمة خاصمة دي أحطها مثلاً في المكان ده وعشر في المية هنا وبعدين الخاصم مثلاً في الحتة دي اهو تصميم بسيط جداً طيب تعال بقى نشوف الهيراركي والتباين دلوقتي يعمل ازاي؟ أولاً طبعاً أنا استخدمت في الأرضية لون الأحمر اللي هيعمل Stop للسكرول زي ما قلنا في الدرس اللي فات ده بالإضافة إلى أني مش مستخدم ألوان أخرى تقريباً غير الألوان المحايدة البيج والأسود والأبيض طيب أكبر عنصر في التصميم هو إيه؟ أكيد هو صورة الشخص أو الأوبجيكت ده أهو فده أول حاجة العين البشرية هتلاحظها وخلي بالك بقى العين هتبدأ تمشي مع الشخص ده هي ركزت عليه فهتبدأ تمشي معاه بمعنى لو هو بيشاور على حاجة أو باصص على حاجة هتبدأ العين البشرية تمشي معاه يعني بعد ما العين تشوف الشخص ده هتبدأ مباشرة تتوجه إلى المكان اللي بيبص عليه هو بيبص على دي فيبقى كده أول حاجة هتتقري بعد ما يتشاف الشخص ده 10% مش كلمة خصم رغم أنها أكبر ليه؟ لأنها شافت ده الأول وبدأت تركز معاه فهتبدأ بقى تتحرك معاه حسب حركة عينه حسب إشارة إيده أيا كان فيبقى كده يتشاف ده وبعدين 10% وبعدين 10% وبالتالي لو أنا كنت عايز كلمة خصم دي اللي تتقري الأول يبقى لازم أجيب دول بقى تحت كده أو أنقلهم في مكان ما وحط كلمة خصم دي فوق علشان بعد ما يتشاف الـ object ده تتشاف كلمة خصم ثم بعد كده أحط دول بقى في أي مكان أنا عايزه وأيا كان لأن بالتبعية أكيد دي هتتقري الأول بعد كلمة خصم لأنها الأكبر حجما بعد كلمة خصم وبعدين الجملة الأخيرة دي طيب تعال نحط كمان اللوجو بتاع الشركة هضغط هنا Logos وأختار اللوجو ده وأصغره شوية وممكن أجي أحطه هنا مثلا إيه التصميم ده بقى يتقري إزاي؟ طبعا لو أنا عايز العشرة في المية دي تتقري قبل اللوجو يبقى أنا أكبرها شوية مثلا كده وليكن هنا مثلا يبقى دا يتشاف الأول وبعدين الخصم وبعدين العشرة في المية وبعدين اللوجو طبعا الأفضل كمان أن أنا أراعي ZI Movement Pattern اللي إحنا قلنا عليها بمعنى إيه؟ أنا عايزه يمشي حرف Z هو كده مش هيمشي زد هيجي للشخص ده يمشي في الاتجاه ده تمام؟ بعد كده هينزل هنا وبعدين يروح هنا لا أنا عايزه وبعد ما يقرى دي يروح في المكان ده وبعدين ييجي هنا يمشي حرف Z بالشكل ده فالأفضل إن أنا أجيب دول في المكان ده وحط اللوجو هنا يعني أجيب دول هنا كده كده طبعا هيمشي بالترتيب اللي أنا عايزه اللي هو ZI Movement Pattern هيشوف الشخص ده وبعدين يروح لكلمة خصم وبعدين ينزل هنا وبعدين يروح لللوجو آدي حرف Z اللي أنا عايزه يبقى دول أول وأهم مبدئين من مبادئ التصميم ترجمة نانسي قنقر